رداً على الهجمة التي تبنتها بعض الجهات السياسية من خارج محافظة صلاح الدين لتشويه سمعة المحافظة وتدخل بشؤونها استنكر وجهة وشيوخ قضاء الطوز ما تقوم به بعض الجهات لمكاسب شخصية إذ أعلنوا تضامنهم مع المحافظ إسماعيل الهلوب وما يقوم به من حملات إعمار وإنجازات على أرض الواقع مؤكدين رفضهم التدخل بأمور المحافظة من أي جهة كانت للمزيد نتابع تقرير الزميل كاروان زنقنا هذه تجمع شائر توس خرماتو يستنكرون هجمة السياسية التي مؤخراً استهدف محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب التمسنا يعني بعين نشفنا الرجل دي يقدم خدمات بعدين خلال ست شهر يعني خمو 80% خلد هسة 60% إحنا هم ممنونين من عنده إن شاء الله يجوز وراء ست شهر يصير 80% 90% قدم خدمات الناس اللي ينافسوه لا الناس اللي ينافسوه أصلاً ما نعرف من هو من هو هذا الرجل نعرفه من عائلة معروفة من عائلة أصيلة ولو العراقيين كلهم أصلاً بس هذا الشخص ما يقدر إذا ما يقدم خدمة للمواطن يشيدون أهالي وعشائر توس خرماتو جهود محافظ صلاح الدين من خدمات التي قدمها للقضاء خلال فترة قليلة من استلام إدارة المحافظة نحن هالي قضاء توس خرماتو وعشائرها نشكر سيد محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير هاللوب على جهوده الكامل للقضاء وندين ونستنكر الهاجم الشرسة على سيد المحافظ من قبل سيد الناء الرئيس برلمان محمد حلبوسي حقيقة بالنسبة إلى السيد المحافظ الشيخ إسماعيل هاللوب هذا الرجل يعني هو حديثاً استلم منصب محافظ صلاح الدين ولكن أبناء محافظة صلاح الدين جميع أبناء المحافظة يعرفوه معرفة شخصية لأنه شخصية وطنية وإنسان خدم المحافظة قبل أن يكون محافظ أما بالنسبة إلى أغلب الشيوخ حاضرين في قضاء الطوز من قوميات العرب والكرد والتركمان الجميع متفقين ومتوسمين خيراً بجناب السيد المحافظ هذا المظيف اجتمعنا جميعاً من الكرد والعربي والتركمان لاستنكار موقف رئيس البرلمان لما قال لا توجد محافظ لصلاح الدين بالعكس نحن منذ سنوات لم نلتمس خدمات مثل ما قدمه شيخ إسماعيل هاللوب خلال ستة أشهر من استلامه للمحافظة وبجهود أعضاء البرلمان القضاء نستغرب تصريحات رئيس البرلمان نقول أصرفون ميزانية لصلاح الدين ثم قرروا تقييم المحافظ نستغرب مواقف سياسية لبعض أطراف سياسية في السلطة إذا سيد المحافظ نحن ننتظر دعم الحكومة لكي يقدم الخدمات إلى جميع الأقضية وأن يخدم القضاء تصرماته أكثر من الناحية الخدمية فنحن متفائلين لسيد محافظ صلاح الدين أن يقدم الأفضل عشائر وهالي طوس غرماته مطالبين الحكومة المركزية بإسناد محافظ صلاح الدين إسماعيل هاللوب لارتقاء بخدمات أفضل في عمم المحافظة لأن يخلطون الأوراق السياسية عن إدارة المحافظة لفضاية صلاح الدين كاروان زنغن قضاء تصرماته